السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات الطلاب وطلبات الصف الخامس أهلاً ومرحباً بكم على نصة البس المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات يا أصحابكم في إرحلاتكم الأستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة ومدرب مادة الرياضيات لمعلم الصفوف العليا في البداية نحب نشجع طلابنا لحصل الدرجات النائية في الاختبار الإلكتروني للحصة الماضية جانا علي من مدرسة عبد الرحمن يديف محافظة بن سويف كيفين فوزي من مدرسة النظام بالقاهرة سيف وديع محمد من مدرسة الهدى والنور أريج وليد من مدرسة أبو بكر الصديق بالمنصورة فاطمة إسلام من مدرسة الأحمرية عمار واقل من مدرسة الشهيد الصباحي فهد ومحمود أحمد مفتاح من مدرسة النصر الابتدائية طبعاً النهاردة هنبدأ رحلتنا بمراجعة ما تم دراسته في شهر نوفمبر استعداداً لاختبار هذا الشهر إن شاء الله دي المراجعة الأولى وإن شاء الله السلساء القادمة يبقى في مراجعة مرة تانية هنراجع للوحدة التالتة عن ضرب الأعداد الصحيحة وفي الوحدة الرابعة هنراجع للقسمة على الأعداد الصحيحة في الوحدة الخامسة هنراجع لعماليات الضرب والقسمة مع القصول العشرية حتى الدرس السابع ما هي نواتج التعلم اللي احنا عايزين نتحققها في هذا الدرس نتمنى على الله أن نحقق مجموعة من الأهداف مع نهاية هذا الدرس يبقى مع نهاية هذا الدرس ينبغى أن يكون طلبنا قادرين على أن يحلوا مسائل متنوعة على ضرب الأعداد الصحيحة كمان يحلوا مسائل متنوعة على قسمة الأعداد الصحيحة يحل مسائل متنوعة على عملية ضرب الكسور العشرية نبدأ ننطلق على طول السؤال الأول احنا عارفين أن أسئلتنا اللي زي ما جات في اختبار شهر الأكتوبر عبارة عن ثلاثة أنواع من الأسئلة السؤال الأول اختار إجابة الصحيحة والسؤال الثاني أكمل ما يكمل العبارة والسؤال التالت سؤال مقالي بيبقى عبارة عن جزئيتين السؤال الاول هنا بيقول لي 30 ضرب 17 احنا قلنا لما نضرب عدد فيه اصفار اول حاجة بننزل السفر يبقى انا اول حاجة هنزل السفر اهو وابدأ اضرب 3 في 7 3 في 7 بكام بواحد وعشرين واحد ومعانا لتنين ما بضعش العدد كله لان انا لسه بجري عملية الضرب ثلاثة في واحد بثلاثة ومعانا اتنين يبقى خمسة يبقى الناتج بتاعي يبقى كام هيبقى خمسة وعشرة يبقى ده الايه الاختيار الاول يبقى الاختيار الاول عم يتضرب سهلة جدا اول حاجة بننزل السفر بنضرب 3 في 7 بواحد وعشرين واحد ومعانا لتنين وعكده 3 في واحد بتلاتة ومعانا اتنين يبقى خمسة السؤال التاني بيقول لي 3 في كام بيساوي هنا التلاتة نزلت نفسها 3 اهيه يبقى ايزا اضربت في كام اضربت في واحد اهو بالشكل ده بس ايه اللي حصل اه ده فيه اربع اصفار زيادة بيين زيلو يبقى عبارة عن 3 في 10 تلاف يبقى 3 ضرب عشرة الاف يديني كام يديني 30 الف يبقى الاختيار بتاعه يبقى عبارة عن 10 الف نقول تاني احنا عملناها ازاي التلاتة قلت ضربتها في كام تساوي 30 الف هل لو ضربتها في 10 يساوي 30 الف لا ده 33 في 10 30 تابعا لو ضربت الثلاثة في 100 يديك 30 الف تعب تعال نشوف 3 في عشرة تقولك 30 يبقى الصفر اهو ينزل و3 في واحد بتلاتة يبقى 30 لو ضربت الثلاثة في 100 يبقى الصفرين ينزلوا بالشكل ده اهو و3 في واحد بتلاتة يبقى ديك 300 هل دي 300؟ لا تابعا بتضرب 3 في 1000 يبقى هنهزل الثلاثة اصفار بالشكل ده اهو 3 اصفار وتلاتة في واحد بتلات يبقى يديك تلات تلاف طب لو ضربت التلاتة في عشر تلاف يبقى هتنزل الاربع اصفار ادي العشرة الاف نزلت الاربع اصفار اربع اصفار اهم واضرب تلاتة في واحد بتلاتة يبقى يديني تلاتين الاف يبقى اذا ضربتها في كم ضربتها في عشرة الاف عشان يطلع نفس الناتج ده جربتها واحدة واحدة او قلت التلاتة ضربتها في كم تطلع في ثلاثة زي هي زي نفسها تقولي في واحد لأن الواحدة هو العنص المحايد لعملية الضرب قلقيت هنا اربع اصفار اروح منزل اربع اصفار سؤالي بعد كده عند ضرب اي رقم عدد سفر في في الف فان حاصل ضرب يكون به نقط اصفار اه نفس الشيء لما تضرب رقم في الف تعمل ايه اه اروح منزل التلات اصفار هتنزل كم سفر هتنزل سلاسة اصفار يبقى هو كان عايز عدد الاصفار لا تنتب لما تدرب كان عايز عدد الاصفار يبقى يقول لي عند ضرب اي رقم عدد سفر في الف فان حاصل ضرب بيكون به كم سفر هيكون به تلات اصفار ادي واحد اتنين تلاتة لان مسلا لو ضربت مسلا لو مسلا ضربت تلاتة في الف هتعمل ايه هتقول لي اروح منزل للتلات اصفار اهو بالشكل ده ادي واحد اتنين تلاتة وبعنين تضرب تلاتة في واحد تقول لي بتلاتة يبقى يديني تلاتة الاف يبقى ثلاثة الاف يبقى ايزا العدد الناتج ده في كم سفر فيه تلات اصفار يبقى لما تضرب اي عدد في الف يبقى هتنزل الاصفار هتنزل ايه الاصفار تمام السؤال بعد كده تقدير حاصل ضرب عايز يقدر مستخدما مين مستخدما التقريب طيب تعالى نقرب يبقى انا عايز اشتب مين هشتب الاتنين الاتنين ده عدد ايه بخيل تنزل تلاتين يبقى تلاتين فيه يبقى تلاتين فيه تعالى نقدر ده هنشتب الواحد وهنشتب السبع يبقى انا هحط سفرين اخرك هشتبته مين السبع سبع دي كريمة اتزود واحد عالتسعة يبقى ايه 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 اروح منازل التلات اصفار هنازل الثلاثة اصفار بالشكل ده هنازل اربع اصفار سوري هنازل اربع اصفار وتلاتة في واحد بتلاتة يبقى يديني تلاتين الف علشنا الاختيار ده عبارة عن تلاتة ده تلاتة ياولد اهي تعالى نشوف اثاني ده تلاتة يبقى تلاتين الف ولا الفين تلاتة سلاسة الاف ولا تلتمية يبقى ايزا هنا الاختيار بتاع يبقى كام رابو عليكم هيبقى تلاتين الف عملتها تاني يبقى النتج بتاع يبقى ده تلاتين الف اول تاني حلتها ازاي تعال نغير لون الالم ونمسح ونقول احنا حلناها ازاي ازاي جاءت تلاتين الف انا عايز استخدم التقريب عايز استخدم ايه التقريب روح تشاطب الاتنين وضعت مكانها سفر لقيت الاتنين دي عدد بخير روح تمنزل التلاتة يبقى تلاتين كم؟ اهو هضرب فيه تسعمية هروح اعمليه هشتب رقمين بالشكل ده هضع سفرين اخر رقم شطبته السبعة كريم هروح مزود على التسعة واحد يبقى واحد وتسعة عشرة يبقى اصبح العدد بتاعي الف هبدأ اضرب تلاتين في الالف اتنين وخمسة جزء من عشرة في العدد كام يساوي ناتج خمسة وعشرين هو عصل ايه؟ اه ده هو اختصر للاعلامة العشرية خالص يا مستر اي جوة يبقى هنا كان فيه علامة عشرية يبقى هنا اتنين وخمسة جزء من عشرة عايز اضربها في عدد معرفش كام عايز اشوفه يساوي الناتج بتاعي خمسة وعشرين الناتج حصله ايه؟ اه ايه الفر ما بين عملية الضرب اللي هي اتنين وخمسة من عشرة والناتج ده هو تخلص من العلامة العشرية يبقى حركها للامام طالما حرك العلامة العشرية للامام يبقى تخلص منها يبقى العلامة العشرية كتينة بعد رقم راح طلعها اتجاه اليمين لان احنا بنا بنضرب في عشرة ومئة والف من حرك العلامة العشرية في اتجاه اليمين من حركة في اتجاه مين؟ اليمين حركة كم رقم؟ حركة رقم رقم عشر واحد يبقى ضرب في عشرة تاني يبقى ايزا لو حرك العلامة العشرية رقم عشر واحد يبقى ضرب في عشرة طب لو حركة رقمين يبقى ضرب في مية لو حركة ثلاثة يبقى ضرب في ألف طب ما ناخد امثلة يعني مثلا ما يقول ثلاثة وخمسة وتسعين جزء من مية ضرب كم يساوي تسعة وتلاتين وخمسة جزء من عشرة طيب لو قال لي مثلا تمانية صحيح وثلاثة واربعين جزء من مية هيدرابها في كم عشان تساوي تمنمية تلاتة واربعين بالشكل ده لو قال لي اتنين و تلاتة وتسعين جزء من مية هيدرابها في كم عشان يكون الناتج بتاعي الفين تسعمية وتلاتين هنشوف اللي حصل ايه هروح مغير لوني الالم عشان دلوقتي المسألة الاولى دلوقتي اللي حصل اه ده حرك العلامة العشرية من هنا حركة منزلة وحدة وضعها هنا يبقى ضرف في عشرة طيب حركة منزلة وحدة طيب التانية اه ايه الفرق ما بين تمانية واربعين جزء من مية بقى التمنمية تلاتة واربعين يبقى الشياء العلامة العشرية خالص يبقى حركة باتجاه اليمين للامام خالص حركة كم رقم حركة رقمين ادي واحد اتنين يبقى ضرف في مية انه حركة رقمين عشرين يبقى ضرف في مئة طيب هنا ده هنا زود سف الاول اهو وراح محرك العلامة العشرية في اتجاه اليمين خالص اهو بالشكل ده يبقى ضربها في كم را يضربها في كم ضربها في الف ليه لان حركها تلات ارقام ادي واحد اتنين تلاتة يبقى ضربها في الف بالشكل ده يبقى هنا ضرب في الف يبقى ايزا عرفنا احنا هنا لما بنضرب في عشرة ومية والف بنحرك العلامة العشرية باتجاه اليمين لو حركها رقم عشر واحد يبقى ضرب في عشرة لو حركها رقمين عشريين يبقى ضرب في مية لو حركها تلات ارقام عشرية يبقى ضرب في الف يبقى احنا هنا عرفنا عند الضرب في عشرة ومية والف بنحرك العلامة العشرية باتجاه اليمين طيب نشوف السؤال بعد كده مية وعشرين تقسيم خمسة تعالى نقسم هنبدأ التقسيم من اليسار اعمل ايه هروح اعمل بالشكل ده قد القسمة المطولة بتاعتي. واروح مقسم المية وعشرين. المية وعشرين. المية وعشرين بالشكل ده. هروح مقسمهم على خمسة. نبدأ نقسم. واحد تقسيم خمسة تقول لي ما ينفعش. يبقى اخد اتناشر. اتناشر تقسيم خمسة فيها الكام. برافو عليكم. يبقى تقولولي ايه? ايوة يبقى فيها نشوف عدد قريب. يبقى فيها الاتنين. اهي يبقى اتنين. يبقى كام اتنين. طيب اتنين في خمسة تقول لي بعشرة. نعمل عملية الطرح. اتنين نقص سفر اتنين. انزل السفر عليه الدور. بقت كام? بقت ايه عشرين. عشرين نقص خمسة? عشرين تقسيم خمسة فيها الاربعة. اربعة في خمسة? في عشرين. نطرح. يبقى سفر سفر. يبقى ايه زي ان الناتج بتاعي كام? الناتج بتاعي يبقى اربعة وعشرين. معيش هنغير النواة جديد. يبقى هنا الناتج خمسين. ولا الناتج اتنين واربعين. ولا الناتج اربعة وعشرين. ولا الناتج مية وخمسة. برافو عليكم. يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى كام? هيبقى الناتج بتاعي اربعة وعشرين. نقول تاني احنا عملنا ايه? نقول تاني احنا عملنا ايه? اهي قسمت المية وعشرين على الخمسة. يبقى لازم اقسم اسمها مطورة بالخوارزمية المعيارية. اروح ماسك المية وخمسة. اروح مقسمهم على خمسة بالشكل ده. عملت القسم بتاعتي. ادي المية وعشرين. روح تقسمها على كام? قسمتها على خمسة. قسمت رقم رقم. واحد تقسيم خمسة اون ما ينفعش. اروح مقسم الاتناشرة. اتناشرة على الخمسة فيها الاتنين. لان اتنين في خمسة اقرب حاجة للا ايه? للتناشرة. اتنون في خمسة بكام? بعشرة. طرحت. اتناشر ناقص عشرة فيها اتنين. واحد منازل عليه الدور. من عليه الدور السفر. يبقى ايزا هنا سفر? يبقى عشرين تقسيم خمسة. فيها ايوة? فيها ايه? الاربعة. اربعة في خمسة? بعشرين. طرحت طلع ايه? الباقي سفر. يبقى انا كده ايه? اسمرة? يبقى الاختيار بتاعها طلع كم? طلع اربعة وعشرين. نشوف السؤال اللي بعد كده? بيقول لي عايزة اضرب في عشرة. نفس الفكرة. هنا لما بنضرب في عشرة ومية والف بالحرك لعلامة العشرين في اتجاح اليمين. فالعلامة العشرين ايه? احركة كم بقى حسب عدد الاسفار? لو ضربت في عشرة يبقى انا احركة منزلة واحدة. ضربت في مية بقى حركة منزلتين. انا هنا بضرب كم? في عشرة. يبقى والستة. فروح منازل التلاتة اهيه. وهضع العلامة العشرية في مكان الجديد. وهكتب ستة وخمسين. يبقى الاختيار بتاعي. هيبقى ستة وخمسين صحيح. وتلاتة جزء من عشرة. ده في حل تاني يا ميستر. ايه هو? ان انا انزل السفر واضرب الارقام. وبعد كده اضع العلامة العشرية. تعال نجرب. هعمل ايه? هروح واضع السفر. اهو السفر ده هينزل بالشكل ده. وهاضرب واحد في تلاتة بتلاتة. واحد في ستة بستة. واحد ضرب خمسة بخمسة. هلقى العلامة عشرية هنا بعد كم رقم بعد رقمين? يبقى انا اروح ما غير كده لون الالم اهو. وهضع العلامة العشرية بعد رقمين. ادي واحد اتنين بعد من اليمين خلي بالك. ادي واحد اتنين وانا هاضع العلام العشرية هنا. ايه ما بين التلاتة والستة. طيب هنا يا مستر اقدر اشتب السفر ده لان الاسفار اللي على اليمين نقدر ننزلها او ممكن ايه نحزفها. يبقى لحزفت السفر ده يبقى ناتج بتاعك كاما يبقى ثلاثة اهو ودي العلامة العشرية ودي الستة ودي الخمسة يبقى عبارة عن ستة وخمسين وثلاثة جزء من عشرة لان انا اقدر اشجيل السفر اللي على اليمين ده. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى ستة وخمسين صحيح وثلاثة جزء من عشرة. بالسؤال اللي بعد كده. عايز اشوف التلاتة جزء من مية دربتها في كام عشان تطلع التلاتة صحيح? تعالي نتجرب. تعالي نضرب ها في عشرة ومية والف وشوف الناتجة يطلع كام? كمي. انا لو ضربت في عشرة هضرب التلاتة ده في العشرة. هعمل ايه? هروح منازل السفر ده اهو. واحد ضرب تلاتة بتلاتة. الفاصلة بعد كم رقم بعد رقمين? ادي واحد اتنين. يبقى انا هضع العلامة العشرية هنا وده. يبقى دي دي كام? يبقى ده كده بيساوي تلاتة جزء من عشرة. يبقى انا حتى لو حزفت السفر على اليمين ده. يبقى تلاتة جزء من عشرة. هل دي تلاتة جزء من عشرة? لا. يبقى اذا ما ينفعش في عشرة. تلتعان نجرب المية. هعمل ايه? هروح منازل السفرين. لما اضرب في مية. بالشكل ده. واحد ضرب تلاتة. تلاتة. العلامة العشرين بعد كم رقم? بعد رقمين. يبقى هضعها هنا. بالشكل ده. يبقى هنا تعملت ايه? برافو. عليك اقدر اشيل السفرين ده. ونزل التلاتة. يبقى ديني تلاتة صحيح. يبقى ايزا? يبقى اينا اضربتها في مية. ده طريقة. واحد تاني يقول يا مستر. طالما اضربت تلاتة في مية. طلع التلاتة صحيح. يبقى انا اضربت في مية. يعني لانا لو هي كانت تلاتة جزء من الف. تلاتة جزء من الف. اضربها في كم? عشان تطلع تلاتة صحيح. اشوف. هي العلامة العشرية بتاحتك بعد كم رقم? بعد تلاتة ارقام. يبقى انت اضربت في الف. يبقى هنا كنت اقول له كده انا ضربت في الف. يبقى هنا ضربت في الف. عشان اقدر اشيل العلامة العشرية خالص. يعني انا حركت العلامة العشرية تلات ارقام. يبقى ايزا? طالما انت حزفت العلامة العشرية هنا. يبقى انت عملتها باتجاه اليمين. يبقى حركتها كم رقم? حركتها رقمين? يبقى انت اضربت في مية. يبقى انت اضربت في مية. ما احنا اقول له لو حركناها منزلة واحدة بس. يبقى اضربت في عشرة. حركتها منزلتين. يبقى انت اضربت في مية. حركتها تلاتة. يبقى انت اضربت في الف. يبقى هنا. عشان انا حركتها رقمين. يبقى انت اضربت في مية. تمام. تعالنا ايه? اكمل ما يأتي. تعالنا نشوف بقى سؤال اكمل. هنا دي مسألة ايه? اه الدرب باستخدام نموذج مساحتي المستطيل. طيب. هنا ايه العدد ده كامل? العدد اللي فوق ده. اه ده تلاتة صحيح وتمانية جزء من عشرة. يبقى انا هكتب هنا تلاتة صحيح وتمانية جزء من عشرة. تبين العدد ده كامل على اليسار ده? اه ده واحد صحيح واربعة جزء من عشرة. يبقى ضرب واحد صحيح واربعة جزء من عشرة. تعالنا بقى نضرب رقم رقم. يبقى هنا علامة الدرب. واحد ضرب تلاتة تقول لي تلاتة. واحد ضرب تمانية جزء من عشرة يبقى نازل التمانية جزء من عشرة ان الواحد عنصر محايد. طيب تلاتة فاربعة تقول لي باتناشر. اهيه بالشكل ده. بس هنا العلامة العشية بعد كام رقم? بعد رقم عشر واحد وانا اقضع العلامة للعشرية بعد لقم عشر واحد. تبا ان عايز اجيب الناتج. هروح كاتب الارقام دي رأسي عشان اقدر اجمعها. هابدأ كلمة اليمينة. بقى تمانية جزء من عشر. ادي تمانية جزء من عشرة. ودي تمانية جزء من عشرة. بعدها اثنين وتلاتين جزء من مية. بقى السفر هيضع تحت السفر. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. لازم ازبط ارقامي كده. التلاتة دي هكتبها تحت التمانية والاتنين دي هتوضع تحت الجزء من مية وبالتالي يبقى لازم ازود هنا سف عشان يبقى عندها جزء من مية زي الجزء من مية اللي تحتيها. تيجي الميل للواحد وايه? اتنين من جزء من عشرة. يبقى الواحد تحت اخانة الاحد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية ودي الاتنين جزء من عشرة. وبالتالي لازم ازود سفر هنا عشان يبقى ايزا كل الارقام تحتها ارقام. التلاتة دي تلاتة صحيح. يبقى تحت الأحد أضع ثلاثة وهضع لها علامة عشرية طالما ما عندهاش وهزود لها سفرين عشان يبقى عندها جزء من مية وأقدر أجمع سفر زائد اتنين زائد سفر يدين اتنين ثلاثة وتمانية حداشر واثنين تلاتاشر ثلاثة ومعانا الواحد وضعت العلامة العشرية وضع واحد على خلط الأحد واحد زائد واحد اتنين زائد ثلاثة خمسة يبقى الناتج بتاعك هيبقى خمسة صحيح واثنين وتلاتين جزء من كام جزء من مئة يبقى احنا هنا هنكتب الناتج خمسة صحيح واثنين وتلاتين جزء من كام جزء من مئة يبقى هنا قدرنا نجيب المسألة بتاعتنا بمنتهى السهولة هنمسل نشير عالمة الزائد دي ونكتبها كويس يبقى اتنين وتلاتين جزء من مئة ودي كتعلمة الزائد المسألة وهنقدر نفصل كده. يبقى احنا قدرنا نكمل نموذج مساحة المستطيل ونكتب الحال. يبقى التلاتة وتمانية جزء من عشرة دي عبارة عن العدد دي لفوق تلاتة صحيح وتمانية جزء من عشرة. يبقى تلاتة صحيح وتمانية جزء من عشرة. العدد ده واحد صحيح واربعة جزء من عشرة. يبقى اكتب واحد صحيح واربعة جزء من عشرة. كملت نواتج الضرب ضرب واحد في تلاتة بتلاتة. واحد ضرب تمانية جزء من عشرة تمانية جزء من عشرة تلاتة ضرب اربعة بواقع باثناشر والعلامة العشية كانت بعد رقم فوضعت العلامة العشية بعد رقم ضربت اربعة في تمانية هو كانت اعطاها لي باتنين وتتائين جزء من مية روحت واضع الارقام بطريقة رأسية وادرت اجمعها. ده بنشوف المسال اللي بعد كده. عايز اقسم. الشكل ده هستخدم برضو نموذج مساحتي المستطيل. نقدر نكمل? يلا نقدر نكمل. العدد بتاعي كان? تعالى نكتبه. العدد ده خمس تلاف تلتمية وكام? اتنين وتمانين. عايزة اسمه على كام? على اتنين وتمانين. يبقى الخمس تلاف بالشكل ده. يبقى هنا هكتب هنا الخمس تلاف. تمام? يبقى هنا هكتب ان عدد بتاعي هنا هو الخمس تلاف. يبقى ده المقسوم. بيكتبه هنا يبقى الخمس آلاف تمنمية تلتمية اتنين وتمانين. يبقى ده المقسوم. يبقى المقسوم ده بكتبه هنا داخل المستطيل خمسة ألاف تلتمائة اثنين وتمانين طيب أنا ضربت في رقم طلع عبارة عن ده أنا بقسم على اتنين وخمسين ده المقسم عليه 8-52 زي 3-52 يبقى إيه العدد للضرب في 2-52 يطلع نفسها؟ في واحد يبقى هنا واحد بس هنا مستر فيه صفري يبقى إيهزا آه يبقى ضربتها في مية يبقى هنا ضربتها في مية يبقى العدد ده جبته منين شفت هنا أسمت 52 على 52 وخمسين في الواحد والصفر نزلتهم. تعني عملية الطارح. اتنين ناقص سفر تقول فيها الاتنين. تمانية ناقص سفر فيها التمانية. تلاتة ناقص اتنين فيها الواحد. خمسة ناقص خمسة بسفر. يبقى ان اذا البقي هنا كام؟ مية اتنين وتمانين تبدأ بيه. يبقى هنا مية اتنين وتمانين. بالشكل ده. يبقى هنا الناتج ده اللي بيانتج من الطارح تكتبه هنا. تاني احنا عملنا ايه؟ روحت بسيطة على المسألة بتاعتي ده المقصوم. ده هو خمسة الاف تلاتمية اتنين وتمانين كتبته هنا. خمسة الاف اهي كتبته هنا. خمسة الاف. ودي الفاصلة بتاعتنا اهي تلاتمية اتنين وتمانين. بالشكل ده اهي. هنمسحها ونكتبها تاني عشان ولدنا يركزوا احنا عملنا ايه? تاني تاني. اقولها تاني. انا مسكت المقصوم. المقصوم هنا كام؟ خمسة الاف تلاتمية اتنين وتمانين واحد تكاتبه هنا. يبقى هنا خمسة الاف تلتمية اتنين وتمانين. يبقى دا المقسوم. يبقى هنا موجود. طيب انا عايز اجيب العدد اللي قسمته. طلع النتج اتنين وخمسين الف. يبقى هاقسم اتنين وخمسين. عن الاتنين وخمسين فيها الواحد. اكتبه فوق. والسفرين ده اروح منازلهم هنا. بالشكل ده. ابدأ اضرب المية في الاتنين وخمسين. بدأ اتنين وخمسين الف. اطرح اتنين ناقس سفر. يطلع اتنين. تمانية ناقس سفر. تمانية. تلاتة ناقس اتنين واحد. يبقى ده المية اتنين وتمانين. الناتج ده. اروح كاتبه هنا. ابدأ به تاني. اللي هو المية اتنين وتمانين. اهيه بالشكل ده. مية اتنين وتمانين. يبقى دي المية اتنين وتمانين. طيب. هو عاطيني الناتج فوق اتنين. الاتنين دي عمل ايه? اروح اضربها. اضربها كام في اتنين وخمسين يلا نضع رقم رقم بالشكل ده اتنين في اتنين باربعة اتنين في خمسة في عشرة يلا نطرح اتنين ناقص اربعة ما ينفعش اسطلق من التمانية التمانية دي بقت سبعة والاتنين دي بقت اتناشر اتناشر ناقص اربعة يديني تمانية وسبعة ما السفر هي السبعة يبقى سبعة وخمسين ده الباقي اروح يبقى تمانية وسبعين اروح كاتبها ابدأ بها تاني يبقى هنا تمانية وسبعين بالشكل ده ابدأ اقسم تمانية وسبعين على اتنين وخمسين فيها الواحد يبقى انا اكتب هنا واحد ابدأ بقى اضرب الواحد ده في كام في اتنين وخمسين يديني اتنين وخمسين للقسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل يلا نطرح رقم رقم تمانية ناقص اتنين يديني ستة وسبعة ناقص خمسة اتنين يبقى ده الباقي يبقى الباقي ستة وعشرين يبقى الناتج فين الارقام اللي فوق دي لا مية زائد اتنين زائد واحد يبقى ايزا الناتج يديني مية زائد كام اتنين زائد واحد يبقى بيساوي مية زائد اتنين بمية واثنين زائد واحد يعني مية وثلاثة يبقى انا مية وثلاثة ده الناتج تابوا الباقي كام يبقى مية وثلاثة والباقي ستة وعشرين يبقى نكتب له كده والباقي والباقي شطار برافو عليكم على ولادنا الشطار والباقي ستة وعشرين ممتازين وانا اضعه هنا بين قصير يبقى هنا قدرت اكمل نموذج مساحة المستطيل واطرح قدرت اكمل نموذج مساحة المستطيل واطرح تعمل نشوف السؤال بعد كده اوجد ناتج الضرب اوجد ناتج مين الضرب عايز اضرب واحد صحيح وتلاتة جزء من واحد 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 واربعة جزء من عشرة فتلاتة هضعهم رأسي بالشكل ده ونضرب رقم رقم ونضرب ايه رقم رقم يبقى هضرب مين هضرب التلاتة فاربعة يبقى تلاتة فاربعة تقول لي باتناشر اتنين ومعنا الكام اتنين ومعنا الواحد. يبقى اتنين واضع واحد فوق الواحد اللي عليه الضريد ضرب. وتلاتة في واحد تلاتة واحد اربعة. بعد ما ضربت تشوف وضع العلامة العشرية. العلامة العشرية بعد كم رقم? بعد رقم. يبقى نضع العلامة العشرية بعد رقم واحد هنا بالشكل ده. يبقى الناتج بتاعي يبقى اربعة صحيح واتنين جزء من عشرة. نشوف اللي بعدها. عايز اضرب ثمانية صحيح واربعة وتلاتين جزء من مية? في اتنين. يبقى هضعهم رأسي. يبقى ادي تمانية. صحيح. واربعة وتلاتين جزء من مية. نروح اضربهم. في اتنين. يلا نضرب رقم رقم. يعني نعمتين ضرب بتاعتنا. يبقى اتنين في اربعة تقول لك تمانية. اتنين في تلاتة بستة. واتنين واثنين في تمانية بستاشر. العلامة العشرية هنا بعد كم رقم؟ بعد رقمين. يبقى انا عدت رقمين وها وضع العلامة. دي واحد اتنين وارح واضع العلامة العشرية هنا. تمام. شوف السؤال بعدها. اوجد خارج قسمة سبعمية ستة وخمسين على اتنين وعشرين باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية. يعني القسمة العادية. يبقى انا هعمل علامة القسمة السبعمية ستة وخمسين ده المقسوم. هكتبه هنا. والاتنين وعشرين ده المقسوم عليه. هكتبه النحية التانية. وابدأ اقسم. هروح اعمل خط كده. لان انا لازم اجرب قبل ما اضعها القسمة. سبعة تقسيم اتنين وعشرين ما ينفعش. ليه? لان السبع عدد صغير. لازم المقسوم يكون اقبل من المقسوم عليه. يبقى سبعة تقسيم اتنين وعشرين ما ينفعش. اضع سفر. اخذ رقمين. لهم مين? الستة وخمسين. اخب الرقم الاولان. اللي هو الخمسة. على الرقم الاولان. اللي هو الاتنين. وقسم السبعة على الاتنين. تقول لي فيها التلاتة. ليه? لان اتنين في تلاتة بستة ورايبة من سبعة. اروح مجرب التلاتة هنا. اروح مجرب التلاتة. واضرب تلاتة في اتنين. تقول لي بستة. تلاتة في اتنين بستة. يعني الناتج ستة وستين ينفع يا مستر يطلح من خمسة وسبعين لان خمسة وسبعين اكبر من ستة وستين يبقى التلاتة دي تكتب فوق الخمسة والستة والستين الناتج دي تكتب تحت الخمسة وسبعين. واعمل عملية الطرح واعمل عملية الطرح بالشكل ده. خمسة انا الستة ما ينفعش استرف من السبعة. السبعة دي بقت ستة. والخمسة دي بقت خمستاشر. الخمستاشر انا قصت ستة بديني تسعة وستة نقص ستة سفت اروح منازل عليه الضور اللي هو مين اللي هو الستة بالشكل ده واخب الرقم الاولان مع الرقم الاولان يبقى الستة خبها مع الاتنين يفضل تسعة تسعة تقسيم اتنين تقول لي ما فيش اشوف حاجة في جدول اتنين رائبة من تسعة عليها في اربعة اتنين في اربعة بتمانية يبقى هاجرب الاربعة هاجرب الاربعة اربعة في اتنين بتمانية واربعة في اتنين بتمانية يعني تمانية وتمانين اصغر من ستة وتسعين مستر تنفع يبقى هضع فوق هنا التمانية اللي لها داخل الدايرة دي هيصلي الاربعة هضع فوق الاربعة وهكتب تحت الناتج تمانية وتمانين يبقى الاربعة اللي داخل القوس دي الاربعة دي اللي داخل القوس تكتب فوق والتمانية وتمانين اللي لاتجت تكتب تحت الستة وتسعين بالشكل ده واروح اطرح. ستة نقص تمانية ما ينفعش اسطلح من التسعة. التسعة دي بقيت تمانية والستة دي بقيت ستاشر. ستاشر نقص تمانية يديني تمانية. وتمانية نقص تمانية سفر يبقى الباقي تمانية. بقى ده الباقي. ده ايه? ده الباقي. طيب احنا ممكن نحلها بطريقة تانية. طيب نخلي الطريقة دي. وتعال نعمل خط. هنا على جانب ونحلها بطريقة اخرى. اعمل كده. واعمل قسمة مطولة برضو اهي? علامة القسمة اهي? السفعمية ستة وخمسين المقصومة اكتبها هنا. على اتنين وعشرين. اللي هو المقصوم. واجي هنا اروح كاتب الجدول من واحد لتسعة. يعني اقول له كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة وهكذا. واضرب واحد في اتنين وعشرين تقول لي باتنين وعشرين. تعال نغير لون الالم كده عشان يبقى فيه اختلاف ما بين ايه? الضرب وناتج ضرب. واحد في اتنين وعشرين باتنين وعشرين. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في اتنين باربعة يعني اربعة واربعين. تلاتة في اتنين بستة. تلاتة في اتنين بستة يعني ستة وستين. اربعة في اتنين بتمانية. اربعة في اتنين بتمانية. خمسة في اتنين بعشرة سفر ومعنا الواحد. وخمسة في اتنين بعشرة ومعك واحد يبقى احداشر. تعال نكمل ولو احنا احتاجنا نكمل الضرب هقسم كام؟ هقسم السبعة دور على سبعة بالأزرق ده تقول لي ما فيش تبقى أصغر من سبعة ما فيش يبقى نضع سفر أخذ رقمين لهم عن خمسة وسبعين ابحث عن خمسة وسبعين هنا ما فيش تبقى أصغر؟ أيوة فيه ستة وستين أصغر يا مستر يبقى التلاتة دي هتكتبها فوق والستة وستين دي نكتبها تحت نعمل عمية الطرح خمسة نقل ستة ما ينفعش نغير لون القلم كده عشان نقدر نطرح خمسة نقل ستة ما ينفعش استلف من مين؟ استلف من السبعة السبعة دي بقت ستة والخمسة دي بقت خمستاشر خمستاشر نقل ستة تسعة وستة نقل ستة سفر أنزل عليه الدور اللي هو الستة بقت ستة وتسعين تعال نبحث عن ستة وتسعين في الأرقام اللي بقى زيها دي ما فيش أصغر منها على طول التمانية وتمانين يبقى الأربعة اللي داخل الدائرة تلكتب فوق والتمانية وتمانين دي تلكتب تحت ونعمل عملي pakistan ستة نقل ستمانية هنفعش تعالي نستلف من التسعة التسعة بقت كم التسعة دي هتبقى تمانية والستة دي بقت ستاشر ستاشر نقل ستمانية تمانية وتمانية نقل ستمانية ايه؟ سفر يبقى ده الباقي يبقى ده الباقي يبقى الناتج كام? يبقى الناتج اربعة وثلاثين والباقي تمانية. وده الباقي تمانية. يبقى الناتج بتاعك اربعة وثلاثين. لو فوق ده. والباقي كام والباقي تمانية. يبقى هنا قدرت تستخدم الخوارس من المعيارية في ايجاد ناتج الحل. اوجد قسمة خمسمية ستة وسبعين على التمانية باستخدام القسمة بالتجزئة. يبقى برضو اعمل قسمة مطولة. هكتب المقسوم اللي هو خمسمية ستة وسبعين. اكتبها هنا. والتمانية المقسومة عليه الناحية التانية. هعمل ايه? نفس الفكرة. اروح اعمل كده اهو. بس هنا بقى بنكتب الناتج هنا على جنب. ازاي يا مستر? بالشكل ده. هجزة. اقول له خمسة. تقسيم تمانية مفيش. مفيش جدول خمانية هديك خمسة. ناخد سبعة وخمسين. عايز حاجة تضرب في التمانية قريبا من السبعة وخمسين. ايوا برافو عليك. سبعة في تمانية بستة وخمسين. يبقى ايه ازا ما فيش سبعة وخمسين فيه ستة وخمسين فيها السبعة. يبقى انا هكتب هنا سبعة. وما كان الستة دي اضع سفر. يبقى سبعين. تعالنا نضرب بقى سبعين في التمانية. اروح منازل السفر بتاع السبعين. وسبعة في تمانية بستة وخمسين. اروح كاتب ستة وخمسين بالشكل ده. واروح اعمل عملية الطرح. ستة نقل سفت فيها الستة. سبعة نقل ستة واحد. يبقى ستاشر. هعمل ايه? ايوة برافو عليك. اروح اعمل الايه? القسمة كده على جانب. الستاشر اقسمها على التمانية? تقول لي فيها اللي اتنين. في عدد ما اسمتوش? لا. بضرب اتنين في تمانية. يديني ستاشر. اطرح. سبعة ستة نقل ستة سفر واحد مقصيحة لسفت. تبفين النتج اللي هو ده سبعين زائد اتنين. يبقى النتج كده يبقى اقول له سبعين. زائد اتنين. يديني اتنين وسبعين. يبقى النتج بتاعك اتنين وسبعين. يبقى انا كده قدرت احلل ايه? المسألة بمنتهى سهولة تاني. يبقى انا عملت ايه تاني? اقول تاني احنا عملنا ايه? ازاي استخدم القسمة بالتجزئة? ازاي استخدم القسمة بالتجزئة? اول الحاجة بكتب هنا المقسوم اللي هو آآ خمسمة ستة وسبعين والمقسوم عليه التمانية اكتبه النحية التانية. هبدأ اقسم. هروح اعمل ايه? الخط بتاعي. هقسم ميم. هقسم خمسة. خمسة تقسيم تمانية ما ينفعش. اخد سبعة وخمسين. سبعة وخمسين على التمانية. ايوة. هروح شايف رقم رايب منها. فيها الكام. ايوة براضو عليك فيها السبعة. يبقى اكتب سبعة. وهكتب السفر مكان الستة. بقت سبعين. هعمل ايه? هروح منزل السفر. واضرب سبعة في تمانية بستة وخمسين. يبقى كام? يبقى خمسمية وستين. اعمل عملية الطرح واطرح. ستة نقس سفر هي الستة. سبعة نقس ستة ما ينفعش. هستنفع من مين? اه سبعة نقس ستة فيها الواحد. بقت ستاشر. هروح اسم الستاشر على التمانية. هتقول لي فيها الاتنين. هضرب اتنين في تمانية. بالستاشر. هروح طارح. يديني الباقي سفر. يبقى ناتج بتاعك سبعين زائد اتنين. طيب انا ممكن احلاها بطريقة تانية. ممكن اعمل التجزاء بتاعتي بطريقة تانية. تعال نشوف التجزاء بتاعتنا ازاي نعملها بطريقة تانية. بالشكل ده. هروح اعمل اللي هو الخط بتاعت القسمة. المقسوم هبدأ اقسم مين? الخمسين. هقسم الخمسين بس. اللي هي الخمسة دي. تمام? تمام. يبقى قوله سبعة وكام? سبعة وخمسين. عايز اقسم على مين? على التمانية. الناس تقول لي ترسم انا هستخدم الخمسة. تمام? يبقى قوله خمسة ايه? وما كان الستة دي اضع سفر. يبقى خمسين. بالشكل ده. هضرب خمسين في تمانية. يبقى السفر ينزل. وخمسة في تمانية باربعين. يعني اربعمية. انا هجزقها. ما هو تجزقها. هروح اعمل عمية الطرح. ستة ناقس سفر. فيها الستة. سبعة ناقس سفر. فيها السبعة. وستة. وخمسة ناقس اربعة واحد. يبقى مية ستة وسبعين. هروح مجزق تاني. هاخد الواحدة على تمانية من فعش. اخد سبعتاشر. سبعتاشر على تمانية. ايوة فيه ستاشر يا مستر. فعل اتنين. صح? يبقى تقول الاتنين اهي. وما كان الستة دي هضع سفر. اهو بالشكل ده. يبقى هضرب سفر في تمانية. يبقى السفر ينزل. واتنين في تمانية بستاشر. هعمل عملية الطرح. ستة ناقس سفر هي الستة. سبعة ناقس ستة واحد. بقت ستاشر. ستاشر على تمانية فيها لي اتنين. هضرب اتنين. في تمانية بيديني بستاشر. اطرح. يبقى الباقي سفر. اروح جامع. خمسين زائد عشرين سبعين زائد اتنين. اتنين وسبعين. يبقى سواء الناتج كده او كده برضو اتنين وسبعين. يعني انت تقدر تجزة زي ما انت عايز. لانه نموذك بالتجزئة. يعني ممكن اجزة. مسلا اخد اربعين. وبعد كده اطرح. يبقى ثلاثين. وغيرت ما اجيب الناتج وايه? وخلصه خاص. تمام. تعال نشوف. يبقى نتج القسمة بتاعي سبعين زائد اتنين. يبقى اتنين وسبعين. اشترى تاجر. اجهزة كهربية تمنتاشر غسالة. فاذا كان ثمن الغسالة الوحدة. لما اديك مجموعة. وديك ثمن الواحد. يبقى انا هعمل عملية ضرب. تقدر. هنا انا عايز يعمل عاييه. قدر المبلغ زي يدفعه التاجر. ثم قارن تقديرك بناتج الضرب الفعل. يبقى انا عايزك تعمل حاجتين. عايزك. تروح ضرب الرقم. اللي هو خمس تلاف تلاثمائة سبعة وعشرين في تمنتاشر. واتقدر. يعني عايزك تعمل ناتج فعلي وتقدير. يبقى انا هكتب اهو. يبقى خمس تلاف تلاثمائة سبعة وعشرين. هضربها في كام في تمنتاشر. تعال نعمل عملية الضرب. تمانية في سبعة تقول بستة وخمسين. ستة ومعانا الخمسة. ستة. ومعايا ايه? ستة ومعايا الخمسة سوري. ستة ومعانا خمسة. يبقى ستة ومعايا كام الخمسة. الشكل ده يبقى ستة. الاول. طيب. ستة ومعايا الخمسة. طيب. تمانية في اتنين. تقولي بستاشر. ستاشر. ومعايا خمسة يبقى واحد وعشرين. واحد ومعانا الاتنين. تمانية في تلاتة باربعة وعشرين واتنين. ستة وعشرين. يبقى ستة ومعايا اتنين. تمانية في خمسة باربعين واتنين. اتنين واربعين. اروح وضعها كلها. بعد كده احفظ اول كان عندي بصفة. واضرب الواحد. واحد في سبعة بسبعة. واحد في اتنين باتنين. واحد في تلاتة بتلاتة. واحد في خمسة بخمسة. هعمل عاماتي الجمع. لان انا بعد ما بضرب بجمع. ستة زائد سفر هي الستة. واحد وسبعة تمانية. ستة واتنين تمانية. اتنين وثلاثة خمسة. واربعة وخمسة تسعة. يبقى ناتج بتاعك طلع كام. طلع خمسة وتسعين الف تمنمية ستة وتمانين. تم تيجي انقدر. اقدر يبقى اشتبت تلات ارقام. وعضع تلات اصفار. بالشكل ده. واد الفصلة. هلاقي اخر رقم شطبت له تلاتة بقيت. تنزل خمسة زماية. بقى خمسة الاف. في. التمانية اشتبه اوضع مكانها سف. هلاقي التمانية كلمة تزود واحد على الواحد تبقى اتنين. يبقى عشرين. نعمل عمية الضرب. الاربعة تصفار تنزل. اربعة اصفار تنزل. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى اربعة اصفار. هادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. يبقى الاربعة اصفار. نزلت. واتنين في خمسة. بعشرة. يبقى الناتج بتاعي ميت الف. طبعا. الخمسة وتسعين او خمسة طبعا كلمة تبدي للتسعة تبقى عشرة. فعلا هيبقى ميت الف. يبقى ازا التقدير بتاعي قريب جدا من الناتج الايه الفعلي. يبقى احنا اول حاجة. تعال نحلها مرة تانية. بيقول لي قدر واوجل الناتج الفعلي. تعال نعمل عمية التقدير. هقدر ازاي. هاشتب. التلاتة ارقام. الاولانية. السبعة والاتنين والتلاتة. ووضع مكانهم ثلاثة اصفار. اخر رقم شطابته الثلاثة. لا ايه بقيل? ما يزودش خمسة. يبقى دين خمسة الاف. التاني. هاشتب التمانية ووضع مكانها السفر. الاتة الثمانية كلمة تزود واحدة على الواحد يبقى اتنين يبقى عشرين. نبدأ ان نعمل عملة الضرب. الاربع اصفار. هتنزل ادي واحد اتنين ثلاثة. يبقى هنا اربع اصفار. واثنين في الخمسة بعشرة. يبقى الناتج تعمية الف. تعالى نوجد الناتج الفعلي. تمانية في سبعة بكام? بستة وخمسين. ستة ومعنا الخمسة. تمانية في اتنين بستة عشر ومعنا خمسة. يبقى واحد وعشرين واحد ومعنا الاتنين. تمانية في تلاتة باربعة وعشرين واتنين. ستة وعشرين. ستة ومعنا الاتنين. تمانية في خمسة باربعين واثنين اتنين واربعين. نضرب الواحد اضع سفر احفظ خانة الاحد سفر. واحد ضرب سبعة بسبعة. واحد ضرب اتنين باتنين. واحد ضرب تلاتة تلاتة. واحد ضرب بخمسة بخمسة اجمع. ستة زائد سفر هي الستة. واحد وسبعة تمانية. ستة واثنين تمانية. دين وتلاتة خمسة. واربعة زائد خمسة تسعة. يبقى ناتج بها تاعي كام? خمسة وتسعين 1886 طبعا قريب جدا من التقدير يبقى الناتج بتاعي قريب ايه و الناتج ضرب ما يلي باستخدام نموذج التجزئة تعالي نستخدم نموذج التجزئة هروح محلة للعدد السبعة وتسعين يبقى عبارة عن تسعين زائد سبعة لانه سبعة وتسعين يبقى تسعين زائد السبعة تعالي نحلل التمانية وستين يبقى عبارة عن ستين زائد تمانية بالشكل ده ستين زائد تمانية تعالي نجزأ يبقى انا حللت العدد الاولاني اهو نمسح ونحلله تاني عشان ولادنا اللي لسه داخلين هنشوف احنا حللنا ازاي زي ما انت نطقته انت نطقته كام سبعة وتسعين يبقى نقول له سبعة زائد تسعين يبقى تسعين زائد سبعة تعالي نحلل التاني تمانية وستين يبقى ستين زائد تمانية تعالي نضرب يبقى هقول له ايه ستين في تسعين كتبته بعد كده ستين في سبعة هنعمل ايه في الضرب هننزل السفرين وستة بتسعب اربعة وخمسين اهي بالشكل ده طيب نيجي للتانية الستين في سبعة هكتب ستين في سبعة هنزل السفر بتاع الستين وستة بتسعب اتنين واربعين يبقى اربعة ومية وعشرين بعد كده هيجي الدول التمانية مع الستين خلاص اضربت تمانية في تسعين السفر ينزل وتمانية في تسعة باتنين وسبعين يبقى سبعمية وعشرين وكده تمانية في سبعة بستة وخمسين نجمع سفر زائد سفر زائد ستة يديك ستة سفر زائد اتنين والاتنين واتنين اربعة اربعة وخمسة تسعة اربعة واتبعة وثمانية وسبعة خمستاشر خمسة ومعانا الواحد واحد وستة خمسة ستة يبقى يديني كام ستالاف خمسمية ستة وتسعين يبقى أنا كنا استخدمت نموذج إيه التجزيع تعال باستخدام خاصيتي التوزيع ونموذج بساحة المستطيل عايز نيوجد ناتج ضرب 59 في 38 و30 هعمل نموذج بساحة المستطيل 38 يبقى 59 بقى 50 زائد 9 الثمانية والتلاتين 30 زائد 8 نضرب 50 في 30 هنزل السفرين وخمسة بتاتب 15 بألف وخمسمية هضرب التلاتين في تسعة هنزل السفر وتاتب 9 في 27 50 في 8 هنزل السفر وخمسة في 48 8 في 9 بـ 72 أجمعهم يبقى أنا كتبت كام هضرب 50 في 30 زائد 50 في 30 في 9 زائد 8 في 50 زائد 8 في 9 يبقى هذا التوزيع 30 في 50 ضرب تلات بألف وخمسمية 30 في 9 طلات بـ 270 58 في 50 طلع بـ 400 و89 بتلات بـ 72 أجمع 2 زائد 0 زائد 0 يديني 2 7 زائد 0 هي السبعة زائد 7 14 زائد 0 هي الـ 14 14 4 معانا الواحد 1 على الخمسة 6 6 و 2 8 8 و 14 12 2 و معانا الواحد 1 على الواحد 2 يبقى يديك 1242 يقطع عداء مسافة 310 أمتار في الدقيقة فتكون المسافة التي يقطعها العداء في 35 دقيقة يبقى عايزة عملية إيه؟ ضرب يبقى نقول له ما يقطعه العداء المسافة المقطوعة هضرب التلتمية وعشرة في 35 30 هروح كاتبهم رأسي عشان أقدر أضربهم يبقى دي التلتمية وعشرة بالشكل ده أضربها في 35 نعمل عملية الضرب 5 في 0 5 في 1 5 5 في 3 15 بالشكل ده 3 في 0 أحفظ طبعا أول خانة بسفر وأضرب الثلاث 3 في 0 بسفر شطار 3 في 1 بتلاتة ممتازين و3 في 3 بتسعة أعمل عملية الجمع سفر زائد سفر هو السفر 5 زائد سفر 5 5 زائد 3 8 1 زائد 5 1 زائد 9 10 يبقى الناتج بتاعك 10850 يبقى الناتج بتاعنا هيبقى 10850 أنا هنا ضربت رقم رقم عملت عملية الضرب التحتي يبقى أنا ضربت وهو تعالى نضربهم مرة تانية هضعهم رأسي وهبدأ عملية الضرب كله يركز معنا الامتحان طبعا عبارة عن ضرب وقسمة امتحان شهر نوبمبر والملاجعة دي هتلاقوها معكم ايه ان شاء الله طول الاسبوع تقدر تلاجع فيها نعمل عملية الضرب 5 في 0 يعني انت لو عايز ترجع لها في أي وقت تقدر ترجع لها خمسة في صفر بصفر خمسة في تلاتة بخمستاشر خمسة ومعانا الواحد خمسة في واحد بخمسة ومعك واحد بس ستة هل لازم احفظ اول خانة بصفر تلاتة في صفر بصفر تلاتة في صفر بصفر الاول ثواني بتلاتة في الصفر بصفر تلاتة بتلاتة بتسعة ثلاثة في واحد ثلاثة ثفر زائد سفر هو السف خمسة زائد سفر خمسة ستة وتسعة خمستاشر خمسة ومعانا الواحد واحد على الثلاثة أربعة يبقى يديني أربعة تلاف يبقى يديني نحن قلنا سفر زائد سفر هو السف خمسة وصفر إلى الخمسة ستة وتسعة خمستاشر خمسة معانا الواحد واحد على الثلاثة كام أربعة يبقى يديني أربعة تلاف خمسمية وخمسين شوفوا السؤال اللي بعد كده إحنا هنا وصلنا لنهاية حلقتنا تعلمني إيه إزاинов نحلم مساء متنوعقة على ضرب العدادة الصحيحة إزاين نحلم مساء متنوعقة على قسمة العدادة الصحيحة وإزاين نحلم مساء متنوعقة على عملية ضرب الكسور العشرية إلى هنا نصة لنهاية حلقتنا إلا يible tangوات اليوم على أمل لقابتكم في حلقات القديمة كان أصحابكم في الحoselyاتكم أستاذ محمد ناج معالم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب مادة الرياضيات لمعلم رياضيات بإدارة نص التعليمية بأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته